معروف عن أنور وجدي إنه كان محب للسراء وكان قبل ما يبقى غني دعا ربنا إنه يكون عنده مليون جنيه ومريض وبالفعل ربنا استجاب لي وبقى مليونير ومريض أنور وجدي كان مريض بداء الكبد انتهى عمر الفنان أنور وجدي في سن الـ 44 سنة في مستشفى من مستشفيات باريس ما كانش معاهج المرات وليلة فوزي وسكرتيرو ولما توفى ما كانش حد منهم مهتم بتكفينه أو تخصيله بالطريقة الشرعية فتم لفه بالشاش وشحنوه على مصر بالسندوق ولما جي مصر وضعوا الجثمان في مدخل العمارة بباب اللؤ والعمارة دي كان لسه منتهي من تشطبها وما لحيش يسكن فيها وكان من ضمن الناس القليلة اللي جات عشان شيعوا الجثمان المنشد الديني محمد الكحلاوي اللي أصر إنه يفتح السندوق كنظر عليه فلما فتح السندوق انصدم من المنظر وقال لحوله لقوة إلا بالله بقى ده جثمان فتح شاشة يتلف كده ويتدفن بالشاش وانفعل جدا محمد الكحلاوي ووقف ورفض تماما إن أنور وجدي يتدفن بالمنظر ده وأصرق إنه يعمل له كل إجراءات التخصيل والتكفين الشرعية حسب الشريعة الإسلامية وعلى الرغم من إن بعض الناس ومن ضمنهم أهله وأسرته وأخواته قالوا لا مفيش وقت علشان الجنازة لكنه صرخ فيهم وأصرق على رأيه وأخذ صندوق لمسجد عمر مقرم وغسله بنفسه واشترى له كفا وقام بتكفينه وبعد الانتهاء من الجنازة وفي نفس اليوم قامت خناءة كبيرة بين إخواته وزوجته ليلة فوزي واتدخل بعد الناس ومن ضمنهم تحية كاريوكا علشان ينهو الخناءة وتعد السنين وعشرات السنين وقبر أنور وجدي محدش بيزوره نهائي لدرجة إن من عشر سنين أو أكتر كان فيه ندقات من حراس القبر وبيقوله إن حالة القبر صعبة جدا والمقبرة أيلة للسقود ورفات الجسمان ظهرت خارج المقبرة وللأسف مفيش حد استجاب وبيقول اضطرى بإنه من ساعة من دفن سنة 1955 محدش من أهله زاره ولا تابع حالة المقبرة نهائيا رحم الله الفنان أنور وجدي لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي أو تنسى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الأشعارات أسابكم فرعاية اللواء أمن وحفظ والسلام عليكم باي باي